سلام لبنات السلام عليكم كل اجمعين اليوم جبت لكم وصفة رائعة 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 للطبيض لتوحيد اللون في الوجه لمساعدة كل فتاة وكل عروس لتظهر بأحلى حلة نبدأ وعلى بركة الله عنا بذور اشياء معروفة بذور شياء بإمكانك شراءها من العطار من اي محل هاي امامك بذور شياء نأخذ ملعقة صغيرة ملعقتين صغيرتين نضعهم في كاس نضيف عليهم القليل من الماء نصف كأس ما نحرك ثم رح نتركها مدة 12 ساعة اي ليلة كاملة نقوم بها في الليل ونتركها لصباح بإمكاني انجاز هذه الوصفة هذه الوصفة يا لبنات تساعدكم انكم تتخلصوا من ما نتقدكنا لاحظ الخليط بعد 12 ساعة كيف أصبح لزج السائل هذه الماء أصبح لزج كي تتحصل على هذه اللزوجة فأنت حققت المطلوب لاحظي معايا الآن الان رح ننطلق ونواصل الوصفة تاعي تاع اليوم هي سهلة جدا موجودة مكوناتها بإمكان أي فتاة الحصول عليه نأخذ كل شخص وش موجود عنده في المنزل لطحن هذا الخليط أنا عندي هنا روبو نطحن المزيج حتى نتحصل على سائل ارتب الآن يا لبنات الوصفة هذه رائعة 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 ورجعوا لي في التعليقات وش تحصلته لازم تدومي عليها بس نأخذ ملعقة صغيرة من النشاء نشاء مليح ياسر البشرة النشاء يعاون على تفتيح البشرة وهو أيضا وضعناه في الخليط حتى يساعدنا على جفف الخليط على الوجه الآن أنا نلاحظ أن الخليط تاعي ما زال سائل شوية فرح نضيف ليه ملعقة صغيرة أخرى نصف ملعقة من النشاء لازم يكون الخليطي متماسك شوية ماهوش لازج وماهوش خفيف نحرك جيدا حتى نتخلص من النقاط البيضاء اللي في الخليط نتيجة النشاء هذا طبيعي يعني ضفت الملعقة وحركت مليح مليح إذا كان عندك فوي صغيرة تقدر تستعمليها الآن رح نأخذ ياغورت طبيعي كما لي موجود في الصورة كما لي موجود أمامنا في الفيديو نأخذ منه ملعقة صغيرة ونضيفها ليه الياغورت الطبيعي رح يعاون جسمي للوجه إنه يأخذ الفيتامينات منه ويعاونه على توحيد اللون بذور الشياء لها فوائد كثيرة تخلصنا من التجاعيد ترطب الوجه توحد اللون تبيض الأماكن السوداء وخاصة تحت العين نخلط المزيج نخلط نخلط مليح حتى نتحصل على سائل متجانس الآن رهو الخلط تاعي واجد وبإمكاني استعماله على الوجه تاعي هاو الخلط تاعي أمامي الخلط هذا نقدر نخبيه نقدر نحتفظ به مدة أسبوعين في الثلاجة نضعه في إناء زجاجي بش ما يتفاعلش ونخبيه ونستعمله على الأقل ولا على الأكثر مرتين في الأسبوع لأنه يساعدك على تفتح الوجه لازم تداوم يعديه لازم نداوم لأنه استعمال واحد ما يعطيناش نتيجة هاني وضعت القليل منه على اليد داعي نجير طبقة خفيفة كما راكم تلاحظوا ممكن تستعمل بانسو بش يعاونك على توزيع هذا الخلط على كامل الوجه الآن يستحسن أن ينخسل وجهي بعد وضع المزيج وبعد ما يجي في المزيج بماء فاتر لأنه الماء الفاتر راح يعاوننا على فتح المسامات بش يدخلها المزيج أحسن من الماء البير ودعوني لبنات وإن شاء الله هنزيد نفيدكم بفيديوات أخرى وعاونوني بالفلاب تايك والمشاركة